اشتركوا في القناة تقدر تتحكم من خلال المفاتيح العادية وكمان تقدر تتحكم من خلال الموبايل وتقدر تبرمجها زي ما تحب وده اللي عنوضحه في فيديو النهاردة في البداية حاببا أعرفكم انت وصلتوا لايه في شرط المسابقة بتاعت الفيديو اللي فات هو ده الفيديو اللي فات جابت لتلاف وتلتموت مشاهدة وقت المشاهدات بالساعة هنا انتو جبتم تسعة وعشرين تقريبا تلاتين في المية من الوقت وحنا كان شرطنا هو خمسين في المية بس مش عارف بس ان شاء الله هنعلن الجايزة يوم الخميس اللي جاي وعايزينكو ترفعوا رأسنا في الفيديو ده بقاو تعدوا من الخمسين في المية المفروض ده فيديو تعليم الناس اللي بتتفرج المفروض يعني انها تشوف أطول وقت في الفيديو فيديو النهاردة كمان فيه مسابقة على اللوحة اللي هنوضحها في فيديو النهاردة وبتمنى ان الناس تحقق خمسين في المية من وقت المشاهدة وما يكونش زي الفيديو اللي فات انا طلبت لوحات البي سي بي دي من موقع بي سي بي وي بتسجل دخول في الموقع عشان تطلب لوحاتك انت كمان لو حابب تطلب من الموقع ده وبتجيب الصفحة الرئيسية طبعا بتظهر معك الصفحة الرئيسية وبتضغط هنا وبتختار هنا كويك أوردر وتضيف الأوردر بتاعك بسرعة جدا تحدد الملف الجيربر بتاعك وتضيف الأوردر بتاعك وتحدد أبعاده والكمية بتاعتك بتحدد كل حاجة انت عايزة من هنا وبعد كده بتكمل الأوردر بتاعك وتحدد الشحن بتاعك دي اتش ال او الطريقة اللي تنسبه وكمان موقع بي سي بي وي فيه ميزة انك تقدر تطلب 10 لوحات بحجم 10 سنتي في 10 سنتي وان وتولير بس بخمسة دولار نبدأ على بركة الله ونفتح اللوحات مهاكم بجيبها بالشكل ده زي ما اوضحنا بالكلاب يجيبوا معها ألم إليها والستيكر ودي اللوحات اللي معنا النهاردة هنفتحها بسرعة كده ونخرج اللوحة معكم ونشوف ايه اللي موجود في اللوحة بتاعتنا النهاردة دي اللوحة اللي موجودة معنا النهاردة زي ما شايفين استخدمت فيها اتميجا اس ام دي طبعا الاتميجا الاس ام دي الناس هتشوف انه صعب جدا في البرمجة بتاعته لكن وانت بتستخدم الاتميجا الاس ام دي تقدر تركب في البورد بتاعك اطراف التي اكس والار اكس وطرف الريست فتقدر بكل سهولة ببرمج الاتميجا على الاس بي على البي سي بي بعد ما تركبها بدون اي مشاكل ولو ما رفعتش البوت لودر حط اطراف ال 11 و 12 و 13 علشان تقدر من خلالهم ترفع البوت لودر على الاتميجا طبعا درايفر عشان اشغل من خلاله الريهات وهنا اثنين رجليتور عشان الاتميجا وريجليتور 13 و 13 فولت علشان الاس بي الاتميجا طبعا 5 فولت هنا للمبتين ليد عشان بيان بس تقدر تستخدمهم فانك تبين حالات هنا المروحة الفان تشتغل عن طريق الترانزيستور من خلال الاتميجا تقريبا على الديجيطال 3 وهنا طبعا الدخول دخول المفاتيح طبعا المقاومات هنا دخول الكهرباء ومعنا فيوز ودائرة حماية باستخدام 2 ضيود ولمبة لتباين الكهرباء وهنا اللمبات اللي بتباين معنا الريهات اشتغلت ولا لا طبعا هنا نكاتب البنات اللي موجودة في الاتميجا علشان تساهل عليك بعد كده في البرمجة وتقدر تكتبها بسرعة مع الترتيب اللي موجود اللي ظاهر معك في الفينيش النهائي وكمان الريهات كمان كاتب عليها البنات بتاعتها علشان تساهل علينا في عملية البرمجة في دهر اللوحة طبعا لازم تركب ضيود مع استخدام الريلي الميكانيكي لازم تتركب ضيود الدرايفر اللي مستخدمه في ضيود مدمج لكن فضلت ان اركب ضيود كمان زي ما اوضحت في الفيديو اللي فات اركب ضيود كمان عشان يحمي الدايرة من رجوع الكهرباء اللي بتتولب من خلال الحركة الميكانيكية بتاعت الريلي الميكانيكي هنا طبعا المقاومات دورها في الدايرة انها بتشغل الاسپ وكما بتخليك تقدر تشغل السنسور او الحساسات اللي انت هتقدر تركبها عاملين مقاومة واحد كيلو عشان تعدي الفولت للاسي بي فتخلي الاسي بي لو انت دخلت 5 فولت او لغاية 12 فولت ما حصلوش حاجة على الاطراف الديجتال دي ومعنا هنا انتي سي سنسور او تمبراتشر سنسور ومعنا هنا الدي اتشي تي اي اه هوميدي تي اند تمبراتشر سنسور وهنا اطراف التي اكس والار اكس علشان تقدر تبرمج من خلالهم الاسي بي وكده اللوحة باختصار معك تمانيا ريليب تتحكم فيهم من خلال الد الدرايفر ده ومشيبها الانت من خلال اات ميجا يأخذ الاوامر عشان يعمل من الانترنت من الاسي بي او بياخدها من المفاتيح ويجب طبعا انت عايزه لو من الاشيات اللي احنا وضحنا في البرضى دي انت تقدر تدعم الى اهوامر من خلال المفاتيح او تقدر تدعم الانترنت بواسطة الاسي بي اظن كده الصورة بتاعت اللوحة كلها وضحت وضح ازاي تقدر تكون لوحة او تبني لوحة زيها ورحنا شرحنا كل جزئية بقربة المفاتيح الكوامر التطبي او اللوحة دي بالتفصيل في الفيديوهات السابقة وان شاء الله المهندس حسام عرفة cause هتfre بلと思います فيديو اسفل القناة وفيه طريقة التوصيل whereas أجل التفاش لتحان acp طبعاً اللي بحطي فلاكس في الخطوة دي طريقة التوصيل ما بين hashtag mega وال applic 오랜만 هنا انا جبت ال Rat mega لازم نغل بلنا من IC العمل الموجودة في ال face ال العمل اللي م送ه في التحاني بقي نظيف프 설 quelle we can with the password مهندس حسام عرفة نشارح الفيديو فيه طريقة التوصيل UART اللي احنا مستخدمنا في البوردر هي عشان نوصل ما بين الاتميجة والاسي بي بنركب الاتميجة في مكانه بالزبط زي ما انتو شايفين الفيديو الصورة اللي امامكو دي مكبرة اكتر من 20 اكسي يعني 20 ضعف انا طبعا ما كنت شايف الحلاوة دي انا وانا شغالها هتلقوني برجع اللحم بعد طرف كده لحم معي بسان هتلقوني برجع تاني وبعمل لان انا ما كنت شايف الكلام ده الاي سي طبعا حجمه صغير جدا اقل من 1 سنتي في 1 سنتي وهنلحم طبعا الاطراف بتاعته بس انا بوضح بتثبت الاي سي ودي اسهل طريقة تقدر تركب بها الاي سي لو انت ما عندكش استنسل شبلوم ومقصدير سائل وتقدر تعمل القصة اللي احنا شرحناها قبل كده في فيديو ساب وطبعا بتقلد نفس الطريقة دي في كل الاتجاهات بتاعت الاي سي طبعا شايفين انا بروح بالماكو وبرجع يمين وشمال لان انا منش شايف ان الاطراف لحمت انت طبعا تقدر تشوف الكلام ده بالتجربة وبالخبرة هتعرف ان الاطراف بتاعتك لحمت وباستخدام عدسة طبعا تقدر تكبر وتشوف الاطراف بتاعتك لحد ما تكون بالصورة اللي واضح امامكو دي كل الاطراف من الاربع اتجاهات تتأكد ان هي لحمت كويس وثبت كويس في البورده لان لو في طرف واحد فيهم بس مش ملحوم هيطلع عينك وانت بتجرب البورده ده الدرايفر بتاعنا سنركبه مع اكي كده عشان برضو يعني ايه؟ توضيح برضو للناس عشان الناس مستصعبة تركيب القطع الإس امد انا في الفيديو اللي فات قلت ان اسهل القطع العادية هي اسهل للناس لان الناس متعودة ان هي تستخدم القطع العادية لكن لو انت جربت الاس امد في التركيب مرة واحدة بس هتلاقي ان الاس امد اسرع بكثير من القطع التانية في التركيب وكمانبيوفر لك مساحف البرضة ويجعل بردة أفضل ويجعل بردة أفضل من المكونات العادية هنا أعمل مكس ما بين المكونات العادية ومكونات الاسمي لكي تتعلموا بردة وطلعنا منتج جيدا هذه هي البردة بعد انتهتنا هنا سأعمل زوم لكي ترى كل القطع وهي ركبة عن قرب وتعرف كل قطع ركبة في البردة وهي ضهر البردة معنات ضيود لكي حماية البردة كما وضحنا من الموجهة التي ترجع من الحركة الميكانيكية في الرلي وهي المقاومات التي تظهر الاسي بها لكي ترى المقاومات بشكل أوضح المقاومات التي ترى 22 كيلو هي المفروض 22 كيلو وليس 22 كيلو ولكن كان متاح معي 22 كيلو وما نجحت للأسف وهذا شكل البردة بعد انتهتنا تركيب الرلي والترمينات الكنكتور وكل المكونات بتاعتنا للدات والترانزيستور طبعا المكونات العادية ليس محتاجة ان احنا نوضح طريقة اللحم خلصنا البردة بتاعتنا وصلنا الكهرباء ونروح للتجربة طبعا الاسي بي بتاخد الحالة بتاعتها الوقتي من الاتميجة زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات عشان ترجع حالة المفاتيح للوضع اللي كانت عليه ونشغل برنامج اليكسا وزي ما وضحت المؤنس حسنا معرفة هيشرح لكم طريقة البرمجة بالتفصيل وهو شرح قبل كده طريقة الرابط ما بين الاتميجة والاستي بي او مبامين اي كما يكرو كنترولر شرحها بثلاث انواع اللي أنا فاكرهم اليو ارت والاي تو سي هنشغل كل حاجة زي ما واضح امامكم شغلنا كل الريلات انتقدر تشغل من المفتاح العادي هنفصل دلوقتي هنفصل دلوقتي هنشغلنا هنفصل من المفتاح العادي وانتستانى ان ما يفصل هنفصل على كنا نشغل من الموبايل زي ما واضح امامكم تقدر تشغل من هنا وتفصل من هنا بقى الموضوع معاك كاينوديفاتوري تقدر تشغل من الموبايل تفصل من المفتاح العادي وكده بقى معاك مشروع سمارت هوم 8 سويتش كامل باللوحة دي تقدر تعمل بها شغل كتير فيها حساسات تقدر تضيفها تقدر تركب اللمباب بتاعتك في رزوتات دي او تقدر تستخدمها زي ما تحب انت طبعا كل واحد ليه تقدر تركب مروحة وتعتمد على الانتسية عشان تقدر تتحكم في المروحة عن طريق درجة الحرارة اللي موجودة في اللوحة فكده كسيستم تبريد تكون سيستم تبريد لللوحة اللي يكون راكب فيها اللوحة بتاعتك طبعا اركب عليها مروحة صغيرة كده تقدر تبرد لو درجة الحرارة تفعت عن الدرجة اللي انت هتحددها معاك في البرمج هنا طبعا الانبوت اوضح كل حاجة اكتر من مرة علشان الناس تستوعب كل حاجة موجودة في المشروع ده وكده انا وصلت لناية فيديو النهاردة يا رب يا رب اكون وفقت في تقديم المعلومات ما تنسونيش من صالح دعواتكم وكالعادة تسكير الخير ايه عملت طيب اليوم ساعدت محتاج زورت مريض وصلت رحمك او حتى سمحت حد كان في بينك وبين خصومة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته